كل شي كان أحلى اي وان سكوتك غلط يا أنسي زينب هيك أنت بتكوني عم بتضريه لخليل شو بدي يحكي؟ قلتلك اللي بعرفه طيب يمكن الموضوع مو متل ما أنت مفكرة انتبهي من الناس اللي حواليكي أصدك عم ومتحط يعني؟ فيكي تروحي بخاطرك بخاطرك بدك تعزف شي؟ أعزف لك؟ لا بس مشان أعرف الصبح بعزف لك مشان فيئك دخيلك يسلموا أول ما شفت له خليل طار عقلي نسيت كل شي كان معي شنتي وغراضي بعدين فجأة تذكرت أخذنا تاكسي ولحقنا الباز بس ما لقينا شي من الغراض والشوفير ما بيعرف ما انتبه؟ شنتي وغراضي كله راحت ما علش؟ ما علش؟ في داكو اعتبروه هنزكى عن صحتكو حبيبتي؟ حالو وصلتكن شوي؟ بدي اسمع منيح أمي لسه ما نمتي؟ عم بسمعكن ما زال ما بدكن تناموا تعونا عود لكا؟ ايه والله قوموا صار بدي الشغلي كاسيت شاي خلينا نوصي من تحت لا حبيبتي مو ضروري ما بدنا نزعج حدا ليالوقت امي يا حبيبة امي يا روحي يا قلبي انت حط عنوان المستشفى هون مشان ما يضيع مني وتصور واني نسيته اصلا يوسف عم ياخدنا كبي ليش مخبيتي؟ ام اعطيني اياه شوق ببنك اذا خلق مني فاني نسيته يقول ليش مخبيتي اياه واني نسيته فاني يمكنك ويشفى بسلطكن يوسف عالمشفى سلطكن يوسف عالمشفى كتير مأسرة في هالقصة ومو طالع بيدي شيء عام له وانا كمان مدايق قاعدة عم بستنى لا يجي دورهم ويتبرعوا له بيصير خير إن شاء الله بوعدك يا أمي يا حبيب تقلبي ليك؟ جبت حلو كمان اي لأنه مو لازم نسنط طولنا شكرا اي طيب ليش معم تاكل؟ ليك مو نقصنا يصير لك شي هلأ ما بكفي صار لك كم يوم بلا نوم وانتي كمان انا ما بيهمني شي انا ما بدي غير أنه زاهري طيب والله ما بدي غير هيك فعلا طلعت أخلي زاهر كيف لكان؟ لو هو ما كان بيعمل هيك اكيد صحيح شلته عكتافي ميت متر بس أنا مني تمام بالأول حطيت زاهر بالسيارة مع أنه القواص كان نعزل عليهم زخ المطر ما همني أبدا زتيتوا بالسيارة ورحت على أقرب ما شفى يكتر خيرك الخير خير الله ما عملنا شي في خبر حلو المريض رح يطلع على غرفته ما قولي عم بسمعوه هلأ؟ اي هلأ رح يجيبوه لحمد والشكر إليك يا رب لحمد والشكر إليك يا رب الحمد الله الحمد الله على سلامته شوية شوية انتبه زاهر قد لعندك شوي زاهر انت مني؟ خلوه يرتاح مكرا بصير أحسن يعني خلصتهم؟ لوقت عملية زرع الكلية رح نضطر نعمل له جلسات غسيل وضروري يشد حيله ليتحمل العملية وكل آياتنا رح ندير بالنا عليه إن شاء الله يا ربي ساعدونا يلا يا الله علمه 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 يلي عمنا فيك الشغل يا زاهر حدفه عن التمن غالي والواضي خليل راح ندفو بإيديك يوسف يوسفي اجتك رسالة شوفها بلكي من المشفى يمكن مهمة عجل شوفها من المشفى لا مو من المشفى يوسف إذا بدك بطلع واحكيه انت على راحتك لا لا ما في داعي ألو ليلى أنا منيح ما بقدر جيه أخوكي زاهر هو نسختاني عن أبوكي تماما أنا الحق علي لأني ما رضيت بقسمتي ونصيبي صار فينا كلها القصاص كله بسببي إذا في حدا لازم يضحي بيكون أنا يا أمي اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة